معنا من الخرطوم رئيس تجمع مهنين السودانيين دكتور محمد يوسف مصطفى دكتور محمد مرحبا بك معنا إذن أنتم في التجمع رفضتم ما جاء في المؤتمر الصحفي للمجلس الانتقالي العسكري ولكن يبدو أن هناك إصرار على مخاطبة المجتمع الدولي وعلى ما جاء في المؤتمر من خلال كلمة المندوب السوداني أمام مجلس الأمن ومخاطبة للمجتمع الدولي كيف تنظرون ربما لبعض ما عرضه وما تحدث عنه أيضا مرحبا بك وأشكرك على الاستضافة وفي تصوري أنا أتحدث كالناطق الرسمي باسم تجمع المهنين السودانيين وأقول أننا مؤكدنا وكررنا تأكيدنا لرفض البيان الذي أذعته قيادة القوات المسلحة صباح الأمس وكل ما يترتب عليه من ترتيبات وإجراءات وقرارات بما في ذلك ما تفضل بتوضيحه رئيس اللجنة العسكرية السياسية في مؤتمره الصحفي نهار اليوم ولكن دكتور محمد في بيانكم لتجمع المهنيين تحدثتم ربما عن رفض كل ما تضمنه المؤتمر وهذا العرض من المجلس العسكر الانتقالي ولكن كان هناك إشارة بأنكم ترحبون بأي بادرة لحقن الدماء من قبيل ماذا هذه البادرة إذا كنتم رفضتم ربما تشكيل الحكومة المدنية تقصير المدة الانتقالية حتى إمكانيات رفع تعطيل العمل بالدستور نحن أصلا موقفنا ثابت في ضرورة حقن الدماء وتحاشي العنف والتخريب هذا موقفنا ثابت منذ ما بدأت هذه الانتفاضة قبل 120 يوم وحتى الآن هذا موقف ثابت لا تغيير فيه ولا تراجع عنه وسنستمر فيه حتى تتحقق كافة المطالب الشعب السوداني رفضنا لما تم تذاعته في المؤتمر الصحفي يقوم على ركايز محددة واحد من ناحية حتى شكلية أنه لا يمكن أن تستولى على سلطة وأنت من دون أي برنامج لا تعرف ماذا تريد أن تفعل يعني هو حسب ما جاء ورد في المؤتمر الصحفي أنهم يستولوا على السلطة وليس لديهم فكرة عن ماذا سيفعلون وسينادون الناس للحوار معهم للوصول إلى ماذا سيفعلون فهذا يعني غير لايق كل من يستولي على سلطة وهذا أمر خطير ينبغي أن تكون له صورة واضحة عن ماذا يريد أن يفعل المسألة الثانية الشكلية المرفوضة أنه هو يعني فرض نفسه يعني كراعي للحكومة المدنية التي يطالب بها الشعب والشعب تجاوز بكثير المرحلة بتاعة الوصاية والمرحلة بتاعة الرعاية يعني الثورة دي قامت ليه؟ الثورة الجارية الآن في شوارع السودان كله ومدن كله ليه؟ لأنه رافضي للاستبداد بتعيجها حتى كان تجمع المهنيين والقوة السياسية والجيش والغيره طيب دفتور محمد هناك جانب آخر يعني أريد قبل أن يدركني الوقت رأيك فيه لأن ربما مجأة أيضا في البيان هو نوع من الدعوة لبعض الضباط وضباط الصف للوقوف ربما أمام هذه المحاولات وإلى جانب خيارات الشعب تابعنا أيضا ربما موقف الدعم السرية التي أعلنت بأنها تنحاذ لجانب الخيارات هل تراهنون ربما على أن يأتي الحل وربما مواصلة ضغوط الشارع لتأتي نتيجة داخل المؤسسة العسكرية بنفسها؟ طبعا طبعا أنا شرط له بالأمس وأكده اليوم لأنه عندنا من المعلومات الكافية التي تؤكد لنا يعني بيان بالعمل أن الكثير من الشباب الضباط والضباط الصف والجنود منحازون تماما لإرادة الشعب وغير من التشكيلات السياسية يعني مثلا البارحة قوات الدعم السريع هي واحد من مكونات القوى الأمنية في السودان أعلنت أنها تقف تماما مع رغبات الشارع وعيرادة الشارع وستحمي ذلك بما لديها من قوة فنحن نرحب بمثل هذه الحيازات الواطعة لأنها تمكن الشعب من أن يجسد المطالب وينفذ ومستعدين للتعاون في هذا الاتجاه إلى أقصى حد بالمشاورة وليس بالمصاية بالتوافق وليس بالرعاية نحن أكبر بكثير الشعب السودان أكبر بكثير من أنه أي ديها طرعاه ولا تبقى وصية عليه ولا تعتقد أنها هي يعني أعلم منه وأقدر منه على صياغة مصيره هو الشعب السوداني شعبي معلم شعبي وسطى شعبي لماح شعبي ذكي يعني كرر مثل هذه العملية في الخمسين السنة الماضية ثلاثة مرات وستعدي كريره ويكرره ويكرره لأمله بيفهم حقوقه وعارف قدراته شكرا جزيلا لك من الخرطوم القيادة في تجمع المهنيين السودانيين دكتور محمد يوسف المصطفى شكرا